موسيقى وهلأ يأتي السؤال عندما نتحدث عن الانتخابات وهذا موضوعنا هذا الأسبوع استثنائياً وأسبوع آخر نتابع السلسلة التي بدأناها الأسبوع الماضي عندما نسأل يا أسيس من يجب أن ننتخب؟ من هو الشخص الذي يقول أنه يجب أن ننتخب؟ هل كلنا يجب أن يكون لدينا نفس الصوت؟ ننتخب نفس الشخص؟ الجواب هو لازم كلنا يكون عندنا قيم مشتركة هتكون هي أساس يلي فيها بقرر مين بدي انتخب؟ أي مرشح بدي انتخب والراعي يلي بيمثل الجماعة بتعدد فئاتها هو يعلم كلمة الله ويوضع بين إيدان الشعب مبادئ أساسية اللي بتكون هي أساس الاختيار وفي قدامي بعض المبادئ بحب شركها معكم في هذا الصباح المبدأ الأول إذا بدك تختار مين بنتخب؟ هيدا ولا هيداك؟ هالليحة ولا بهديك الليحة؟ أول مبدأ هو مبدأ التفاني في خدمة شعبه يعني بدنا ننتخب المرشح يلي عنده استعداد التفاني في خدمة شعبه ويمكن إذا عنا ألف ينزلوا لمية هلا لكن تركيزنا على الشخص يلي عنده استعداد التفاني في خدمات شعبه والمقصود فيها أن من يمارس السلطة يمارسها كخدمة 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 والرب يسوع المسيح كان ثوريا عندما قال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليكم فلا يكون هكذا فيكم لأن من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا لماذا؟ لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبدل نفسه فدية عن كثيرين فبدنا ننتخب المرشح الذي يرى النيابة فرصة لخدمة الناس وليس غنيمة يفترسها لمقاربه أو لإشباع نزواته فسؤالي لألك بهذا الصباح هل من تنتخبه يمارس السلطة كخدمة كخدمة كانت يحكي مع أحد النواب من يومين ثلاثة وكان يخبرنا كيف أن الناس يتوقعوا من النايب أن يقدم خدمات مباشرة للناس انتبهوا لكلمة مباشرة يقدم خدمات مباشرة للناس دخيلك وظف لي فلان دخيلك ساعد لي فليتان دخيلك زفت لي الطريق عمل لي وما تعمل لي كان يقول لي كيف أن دور النايب هو في خدمة الناس من خلال بناء المؤسسات من خلال بناء دولة قوية وليس مسؤولية النايب يتطلع ويشوف الناس مثل زبائن كل واحد جاي بدي يشتري شيء من النايب بالعكس هو دوره أنه يشرع ويبني المؤسسة والدولة شغلتها شو تخدم المواطن فأنت تاخد ما تريد من المؤسسات من الدولة والنايب هو الشخص يلي خلف المؤسسات يلي عم يبنيها عم يبني دولة فعالة وديمقراطية فنريد نواب أن يخدموا المؤسسات يخدموا الدولة يبنوا دولة قوية يشرعوا ويكون لهم تأثير فعال على مستوى الدولة والدولة القوية تخدم أبنائها موسيقى